من الاخر حاجة تسع مادليات في بطولة افريقيا افغانا ما شاء الله وكاس احسن سباح الحمد لله جيز اي الكلام ده يعني هي تمرين على طول ما فيش تمرين بنقف فيه خالص انا كنت بحاول اتقاهل الفترة للولمبياد في شهر سبعة بس يعني كان فرق سبعة و تلاتين جزء من التأهل فيعني الحمد لله ما تأهلتش فديه بس فضلت مكمل تمرين على طول ما خدش اجازة اوية عشان احاول اروح احسن في احسن حال لبطولة عالم 2022 وفي بطولات افريقيا وفي بطولة عربية لو في بطولة عالم بسورت كورس شهر 12 فكنا على طول ما نتمرن يعني مفيش العملية صعبة اوة في السباحة بيش يعني حاسس ان انت في انهاج بطولات بتقولي بطولة في 12 و بطولة في 3 و بطولة عالم و بطولة اولمبياد المرضى صعب جدا مين بيرتب ده معيك والله بمرتبه مع المدرب بتاعي دكتور عمر تعالى بقى انا دايما بقى انا هو بنحط البطولات يعني امتى المفروض اكون مسافر و امتى عندي بطولات و امتى احتمال يبقى عندنا بطولات بس ان ساعت ما بقىش كل حاجة يعني في معايدة مصبوطة في حاجات بتتغير في حاجات ما بتتغيرش بس بس انا عندي ان شاء الله مفروض اكون مسافر يوم الاتنين اللي بعد الجاي هولندا عندي بطولة اسمها الاسل international swim league دي انا كنت الوحيدة اللي مشارك فيها السنة دي و كنت الوحيدة اللي شاركت فيها السنة اللي فاتت ايش معنى اختارت البطولة دي بالزيدة لا دي بتاعت هي دي بطولة عاملة زي بالشامبينس league كده شوية بس فهو النوادي بتختار سباحين مما بقى عشر نوادي بيختار سباحين من مختلف الدول ما لهاش علاقة بجنسيات و اللي لي علاقة بأي حاجة بس فهو ما بيروح حط لنا الفرق والفرق دي بقى بالنفس بعض على كأنها عاملة زي ما تشاط الدور الستاشر يا رب رب يكتبك الخير بس كل الولاد و هم صغيرين يقولك أنه عايز ألعب كرة صح؟ لقبت كرة وأنت صغير لقبت كرة وأنا صغير بس ما لقبت أش لقبت كرة وأنا صغير يعني مجرد لاعبة كده بس كنا كويسين والله يفرط السباحة يعني كنت في النادي المعادي البيدية في النادي المعادي بس قبل أتقول بديداتها في النادي المعادي سبت الكرة و روحت السباحة ليه؟ ما كانش فيه تمرين كرة كنت بحبها طول عمر انا صغير كنت افضل اعود العب في النادي مع فريتنا في فريت السباحة كد ايمن ضد فريت الكورة في فريت المحيز على طول ويعني كنا الحمد لله بنكسب فيها كتير كنا بنكسبهم كتير بس انت لقيت سباحة عشان خاطر ماما؟ انا لقيت سباحة شوية عشان خاطر ماما يعني لازل بتقول الناس بس طبعا نجمة كبيرة اه طبعا ماما ماما كد بتلعب سباحة من اه هي رحت بتقول lateeneef جمالين الاوه دي حاجة عن صغير جنيف دي خلي بالكドجنيف دي لازم نقول لكل السادة المشاهدين جنيف هي كانت بتقول لها 02 جنيف بس يعني سباحين كلهم كانوا بيروحوا بتقول لها 02 جنيف بس مش اكتر من كده تفضل بس فلا الحمد الله عني كنت دايما بها هي اللي كانت بتشجعني يعني ان انا اتمرنues ان انا افضل مكمل ويا اللي حتى الغد اللي Ou yeti الأول بتشجعني على طول ان انا افضل مش لازم تعرفنا لازم لازم تقول للسيدة انا سايب اخلي بالك انا عرف طبعا بصدته مين ماما وماما اسمها ايه وكده لازم نتعرف الاجواء دي طبعا كانت كبير ماما اسمها صحر عقلي عبد الحميد عرفة شهيرة بصحر عرفة صحر عرفة بالزبط بس كانت كانت سبحت بريست كانت توم بريست صغيرة وبس وبعدين هي حاجة بوترات كتيرة وهي